أخب التركي كان يقول عليه كفارة الطعام عشرة مساكين ليس هنا سؤال سؤال يقول هل يعطيها العمالة عمالة النظافة الذين في الشوارع مبلغا من المال ويقول لهم قوموا بشراء أكل لكم وثلاثم أصحابكم إذا رجعتم من السكان سواء غدا أو عشاء أو أنه يقوم بشراء الطعام ويعطيهم ذلك ويراهم وهم يأكلوا ذلك ليعلم أن الكفارات بجميع أنواعها كفارة يمين كفارة قتل خطأ كفارة ظهار كفارة جمع في نهار رمضان كل كفارات يجب أن يحرص عليها في تسليمها للمستحق كما يحرص على الزكاة مثل ما أنت حريص على أن تضع زكاتك الواجبة في يد من هو مستحق حقيقة فكذلك الكفارات لأنها واجبة في ذمتك وبالتالي فإن عليه أن يبحث عن من هو مستحق بالنسبة إلى هؤلاء العمال الله جل وعلا أمر بأن تصرف هذه الزكاة إلى المساكن من هو المسكين؟ المسكين هو الذي لا يجد كفايته أو يجد بعضها والمسكين هو الذي يجد النصف يجد ما هو أكثر من النصف ولم يجد التمام وبالتالي فإن هؤلاء العمال حسب ما أرى أن هؤلاء العمال هم قد اكتفوا بالنسبة إليهم هم لأنهم يسلموا الرواتب واكتفوا من حيث المطعم ومن حيث المشرب ومن حيث الملبس وبالتالي فإنها لا تصرف لهم يعطيهم من الزكاة التطوعية النافلة فلا إشكال في ذلك لكن بالنسبة إلى هؤلاء العمال عم بارك الله فيك